زي ما تابعنا في التقرير المبارح كان فيه مشهد مهم جدا عند معبر رفح يعني هو أكتر من مشهد لكن المشهد الأبرز هو عقد مؤتمر صحفي لأمين عام الأمم المتحدة السيد أنتوني جوتيريش أمام البوابة المصرية لمعبر رفح المشهد ده الخلفية معبر رفح وجود الصحفيين للعالم كله بيقولنا يعني لازم حالا تدخل الشاحنات بأسرع وقت ممكن وبأكبر كميات ممكنة احنا بنتكلم على تصريح لأهم شخص مسؤول في الأمم المتحدة في نقطة ملتهبة جدا في معبر رفح رسالة للعالم كله والرأي العام العالمي شوفوا اللي بيحصل في معبر رفح الحقيقة يعني تشكيل أو إخراج هذا المشهد في منتهى الذكاء جمانة زي ما احنا تابعنا والصحفيين والعالم كله تابع السيد أنتوني جوتيريش النقطة التانية اللي عايزة أتكلم فيها معاك برضو جمانة المشهد الشباب اللي موجود هناك الحقيقة شباب يفرح اللي يخلي شباب يتطوع ويقطع المسافة الطويلة دي ويروح معبر رفح وزي ما بيقولوا كده احنا مرابطين في المعبر شوفوا التعبير مرابطين لغاية ما ندخل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة مشهد مفرح جدا وفيه إنساني جدا طبعا مشهد يقولك أنه لا الجيل الجديد أو مش هنقول الجديد الجديد شباب مصري وشباب حقيقي قوي وشباب وقت الجد هو موجود مش هقول وقت الجد هو موجود حتى بس البلد وهو وقت الجد حتى موجود الدفاع عن الحق ومش بس مرابطين يا محمد لحن شونا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيه يقولوا إحنا راح متشاهدين إحنا داخلين داخلين المساعدات دي تدخل للناس اللي جوه وإحنا شايفين حتى يمكن مؤثرين جدا من الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي فيه وقت من الوقت كنا حقيقي بننتقدهم بننتقد محتواهم دلوقتي شايفينهم موجودين هناك لحظة بلحظة بين الموقف لحظة بلحظة بيشاركوا بنفسهم عشان إصال هذه المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة الحقيقة من مشهد يعني يستحق أن نقف عنده يعني مش أقول قليلا بلا كثيرا والحلوم كمان يعني جمانة تحية وشكر ليهم يعني جد نحييكم من حي كل واحد راح هناك وموجود مش بس الشباب حتى الناس اللي شغالة في الشاحنات دي الصائقين بتوع الشاحنات اللي غيب عن بيته الفترة دي كلها والعمال واحنا بنشوف المشاهد دي عايز حضراتكم بس تتأملوا لوجوه وجوه الناس اللي موجودة هناك والشباب في كده فعنيهم لمعة إصرار وتصميم زي ما انت قلت يا جمانة وأحساس ان احنا بش هنتحرك من هنا إلا ما ندخل المساعدات في متابعة كمان للوضع يا محمد في متابعة للوضع أيضا حتى نبارح تبعنا انه في يعني تم إعادة ترتيب الشاحنات مرة أخرى عشان الأولويات بالضبط ان احنا نحضر المستلزمات الطبية عشان أول ان شاء الله وما يعلنوا ان المعبر تم فتحه أهم حاجة لازم توصل أولا أولا هي المساعدات الطبية أو الصحية اللي لازم تدخل للقطاع فتم مرة أخرى إعادة ترتيب لهذه الشاحنات وبردو ده كان